السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام والسلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وابداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد لأنكم أساس قناتنا بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله على محمد وعلى آل محمد أما بعد غراب ابني آدم قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب من رأى ما رأيناه واحتمل لا يشيب مهما رأى بعد ذلك كمخلوق كنت شاهد الإثبات الوحيد في أول جريمة قتل ترتكب على الأرض شاهدت أول دم إنساني يسفك غدرا وكنت أعرف أن الله سبحانه يسمع ويرى ويشهد كان يوما قاني الرعب أعرف أن الشيطان هو السبب ما أغرب تصرفات الشيطان وما أسهل القياد ابن آدم له يحب الناس الله ويعصونه ويكرهون الشيطان ويطيعونه فما أغرب هذا النوع المسمى بالإنسان وما أفدحتنا قضاته وما أعظم حلم الله عليه ورحمته به ثائر أنا قليلا فمعدرة يقول الناس عن الأيام السوداء التي تمر بهم كانت أياما أسود من ريش الغراب أعرف أن لون الغراب الأسود يثير ضيق الناس رغم أن أعظم الريش سوادا في الجسم في جسم الغراب لا يقارب سواد قلب الإنسان إذا سود قلبه أعرف أن الناس يسخرون من مشية الغراب نفترض أن مشيتنا غريبة ليكن أننا نقفز ونحجل إنه يحجل أثناء سيره كأي مجنون يمشي على الجمر فهو يتواثب ولا يستقر خطوة أليس هذا أمرا طبيعيا بعدما رأيناه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان؟ كنا نسير قبل خلق الإنسان فنتهادى على الأرض ملوكا بلوننا الأسود ومشيتنا القافزة ثم شاهدنا أخا يقتل أخاه فاضطربت مشيتنا من الهول وورث أبناؤنا عاهتنا وقضي الأمر يعتقد الناس أن صوت الغراب بالغ البشاعة ولا يكاد أحد من بني جنسنا يصرخ فوق شجرة حتى يتشاءم الناس قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل غير أنه لا يمد بنسب إلى الشؤم الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا رهيبا فإذا صرخ غراب فوق شجرة هناك نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب وتشاءم حيلة قديمة يرجى إليها ابن آدم وليس كابن آدم مخلوق يستطيع أن يخدع نفسها أو يدلس عليها يتهم النوع الإنسان جنس الغربان بالسرقة والخطف وعقوق الوالدين والأهلين يقول للناس عنا أننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون من أسطح المنازل ونحن لا نعرف ما هو الكحل أصلا كما أننا لا نستخدم الصابون حين نستحم لا نحتاج إليه أسادنا وأفكارنا في درجة التلوث القصوى لا تحتاج إليه أعتذر عن لهجة الحادة من رأى ما رأيته ينبغي أن يفقد صوابه قاضي أنا في دنيا الغربان وشاهد على دنيا الناس يفقد القاضي عدله نزاهته حين يفقد حيلته وعصابه وينحاز وقد لعبت الدورين معا قاضيا كنت في الغربان عادلا كنت ومحتفظا بأصابي وحيلتي فلما هبطوا للشهادة في دنيا الإنسان انخل عني تاج القضاة وفقدت أصابي وصرخت ثم بعثني الله لألقين من آدم درسا في الرحمة كل قبيلة ناعيا ناعبا بصوتي الحاد نعرف أنك وحش القاتل رغم ذلك فإنك تجهل رغم أنك إنسان يفترض فيه العلم جاهل يجهل إنه جاهل جاهل لا يعرف كيف يواري سوء تأخيه لم أزل منفعلا فمعذرة أحيانا أفكر فيما حدث بهدوء كالقضاة إن الاعتداء جزء من شيمة المخلوقات هذا صحيح أحيانا يعتدي أحد الغربان على الجماعة عند التنعقد له محكمة من المعروف عن الغربان أن لها محاكم تلتزم قوانين القصد والعدالة وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان عش غراب آخر أو يحاول اغتصاب أنثى غراب آخر أو يعتدي على طعام الغربان الصغار ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبتها الخاصة في حال اغتصاب العش نكتفي بهدم العش المغتصب ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه ببناء عش لمن اغتصب منه العش في حال اغتصاب أنثى غراب آخر تقتل الجماعة المعتدي ضربا بالمناقير في حال اغتصاب الطعام الصغار تنتفي الجماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار بغير ريش وأحيانا يضاف إلى عقوبة التأنيب أو ندف الريش عقوبة طرد من الجماعة وتنعقد محاكم الغربان عادة في أرض فضاء أو حق الواسعة وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية جنسهم من من تأخر ويستمر الانتظار أياما وليالي إلى أن يتكامل العدد عندئذ ننحي المعتدي ونقيم عليه حراسا وتبدأ محاكمته يشرع الباقون في النعيب والنعيق جماعات ويرد المتهم ناعبا ناعقا ويعاود الشهود النعيب ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين وينعق الغراب المتهم ويصفق بأجنحته هو الآخر ثم يخفض الجاني جناحيه وينكس رأسه ويمسك عن النعيب هذا اعترافه بالذنب عندئذ يصدر حكم القاضي فيثب الغربان جميعا على المذنب ويوسعونه تمزيقا بالمناقير حتى يموت ما تنعب الغربان نعيبا متواليا وتطير يحمل أحدها القتيل لدفنه وموارات جثته قد يكون الغراب القتيل مذنبا لكن للموت حرمة ينبغي معها إكرام الجسد بدفنه وهكذا يعدل الغربان في الحالتين في الحياة والموت والعدل في جنس الغربان أقوى ما فيها من غرائز والأصل أن العدل في دنيا الإنسان مكتسب ونسبي بينما هو في دنيا الغربان غريزي ومطلق ثم تقواعد أساسية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتظور عندنا من خرج عليها خرج على الجماعة واستحق نبذه وقتله هذه القواعد والقوانين ليست من وضع الغربان إنما هي حاكمية خلقها الله فينا وأودعها فطرتنا وألزم جبلتنا بها لا نشرع القوانين لأنفسنا نفس تميل مع الهوى وتنحاز لما فيه مصلحتها وترى الخشبة البارزة في عينيها قشة وترى القشة في عيني الغير شجرة تجاوزا جنس الغربان هذا كله إلى شاطئ الأمان حين استسلم لتشريع الخالق إن عمل القانون استلزم تجرد من الهوى وأي مخلوق يتجرد من الهوى غير الملائكة يذكرني الملائكة بأيام الخلق الأولى كانت الأرض سلاما عظيما قبل هبوط الإنسان فوقها أمواج البحر عذراء لم تمخرها سفينة والرياح نقية لم تلمس جبهة إنسان والحقول الموجودة في الأرض كلها لم تطأها أقدام بشر لم تزل الدنيا نقية لم تلوثها كذبة واحدة كل شيء ينبض بالصدق الجبال تتألق بالثلوج البيضاء تحت أشعة الشمس المنكسرة والبحار تتنهد فيرتفع صدرها الأزرق المزبد وينخفض ومن الحقول الخضراء يتصاعد عطر ذكي ينتشي به الهوى كل شيء بالغ الجمال والسحر رغم ذلك كان هناك شيء محش في الصورة إن شيء ينقص المشهد أن يدب الإنسان على الأرض وسط هذا الجمال ويرفع يديه لأعلى ضارعا لله ويسأل عندئذ يبرز المعنى الحقيقي وراء خلق الجمال المجرد تكتسب الأشياء جمالا أقل ومعنى أكبر حين تعرف وتخطئ وتتوسل هذا شأن المعرفة دائما تخدش البراءة في البداية ثم تولد المعرفة بعد ذلك تمتع ملائكة الله بالبراءة أما الإنسان فقد خدشت براءته في الجنة اغتصبها الشيطان لحكمة أزلية عليا هي تعمير الأرض وسكناها كنا نعرف أن الإنسان قادم من الجنة في البدء كانت الدموع كان بكاء آدم حواء على الأرض مشهدا مؤثرا للغاية وعرفنا من صوت الدموع قدر الذنب ومعنى الأصيان وصدق التوبة كان آدم مقيما في التوبة إن صح هذا التعبير يا لجلال وجهه المهيب كان في العينين حنان أبوة يكتسح السدود ولا يتوقف عند ولد دون ولد أما حواء فكانت أما لكل النساء على الأرض قال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كانت هذه دعوتهما معا لله وضعت حواء أول بطن لها لا يبيض الآدميون مثلنا نحن الطيور إنما يلدون كانت حواء تضع في البطن الواحد ولدا وبنتا وفي البطن الثاني ولدا وبنتا وكان ولد البطن الأول يحل لبنت البطن الثاني ولدت حواء قابيل وأخته أقليما ولدت هابيل وأخته ليوثا كبر الأخوة معا إنحدر هابيل من التل وهو يضحك وجهه يترقق بطفولة أعوامه الثمانية ووراءه يندفع قابيل وهو يمسك في يده بفرع شجرة محاولا أن يلحق أخاه يلعبان معا كالعادة لست عارف لماذا يبدو أحد الأخوين رقيقا كزنابق الحقل ويبدو الثاني قاسيا كشوك الجبال يحدث دائما في اللعب أن يختار قابيل دور الصياد ويختار لهابيل دور الفريسة ويحمى اللعب وتنمع عينا قابيل بالكراهية وهو ينهال على هابيل ضربا بما في يده في البدء كان هابيل يضحك ترن ضحكته بين التلال والأشجار مثل ينبوع يضيء بالصفاء والمرح ويقصو قابيل ويمسك فرع الشجرة بيديه معا بدل يده الواحدة ويتحول وجه هابيل من السرور إلى الألم وانتهي رنين ضحكته بما يشبه الصرخة ويهرع آدم إليهما فيجد هابيل جريحا وقابيل ماضيا في اعتدائه ويصرخ آدم قابيل ماذا فعلت بأخيك هابيل ويرد قابيل نحن نلعب وقد اختار هابيل دور الفريسة ويصرخ آدم مؤنبا قابيل ويفصل بين الأخوين يلوم قابيل ويمسح جراح ابنه الطيب ويحدثهما إنهما شقيقان خرجا من أم واحدة ويعيشان فوق أرض واحدة وينبغي أن يجمع بينهما الحب للكراهية وكان أعظم ما يثير دهشتي أن قابيل كان يغلق فمه القاسي ولا يدافع عن نفسه بينما كان هابيل يدافع عن أخيه ويتوسل لأبيه أن يصفح عنهما معا في العشرين من عمره ارتفعت يد قابيل وهوت على وجهه هابيل بضربة قوية وهو يصرخ هذا كوخي أنا تركت أصابع الأخ على خد شقيقه علامات حمراء واضحة فوجئ هابيل بالإهانة واحتدم داخله الغضب وتجمعت في عينيه دموع سريعة معذبة قال هابيل ببراءة انظر إلى يدي لقد تسلخته في بناء الكوخ قال قابيل بحسم لن تبيت في الكوخ بعد الغروب القادم للشمس لقد تكلم قابيل رد شقيقه بوداعة يريد هابيل أن يقول كلمة هو الآخر إنني أحبك يا قابيل فلماذا؟ فلماذا؟ لم يسمع قابيل شيئا كان قد غادر المكان لم أرى هابيل يحدث آدم بما وقع لا أعرف لماذا ربما كان يحس أن قلب الأب يمتلئ بأحزان مصدرها تصرفات قابيل وخشي أن يزيد أحزانه عمقا وربما قال لنفسه أن تهديد قابيل كلمة لا يعنيها وحين جاء الغروب القادم للشمس فوجئ هابيل بأخيه قابيل يقتحم عليه كوخة يقتحم عليه كوخة وقد تقبضت أصابعه يديه على حجر مدبب وقبل أن يفتح هابيل فمه بكلمة كان الحجر يشق جبهته ويفجر منها الدم وحمله قابيل وألقاه خارج الكوخ وضمد هابيل جرحه بالعشاب ونام في مكانه وفوجئ آدم بابنه ينام خارج كوخه وفوجئ ابنه المتجمد على جبهته وصرخ آدم نفس صرخته التقليدية وأن كانت تشرب هذه المرة من ينابيعي حزن أعمى قابيل ماذا فعلت بأخيك هابيل كان قابيل لا يشبه هابيل وكانت إقليمة شقيقة قابيل لا تشبه ليوث شقيقة هابيل كان قابيل أقسى من هابيل وكانت ليوثا أقل جمال من إقليمة وكان المفروض أن يتزوج هابيل من أقليمة ويتزوج قابيل من ليوثا بيني وبين نفسي كنت أفضل هابيل على شقيقه وكنت مرتاحا لأنه سيتزوج الأجمل إنها بي لا يغضب عندما نأكل من طعامه شاهدني يوما أقف أمام بيض الدجاج الذي يربيه فمد يده وناولني بيضه وسررت من تعاونه مع جنس بسيط كجنسنا هذا رجل يدرك حكمة التعاون بين الخلائق ويدرك معنا الرحمة هو رجل يعرف الله ويحبه ويخافه أريد أن أركز عقلي لأضع شهادتي على جميع الخرائب والأطلال وأحكيها للرياح التي تصفر في أعظم الأماكن وحشة صرخ قابيل لا أنا خير منه كان الشيطان يقف وراء الكلمة قالها إبليس عن آدم ويلقنها اليوم لابن آدم ليقولها عن أخيه عاد قابيل يصرخ أمام أبيه لن أتزوج ليوثا سأتزوج أقليما كانت معي في بطن واحد أنا أولى بها أفهم آدم ولده أن أخته لا تحل له رفض قابيل أن يتزحزح عن موقفه أدهشتني جرؤته ولم أعرف كيف يتصرف آدم قال آدم ليقرب كل منكم قربانا إلى الله من تقبل الله قربانه كان على الحق لنحى آدم عن الفصل بينهما وترك ذلك للسماء لم أعرف كيف يتقبل الله القربان ولم أعرف ما هو القربان أصلا انتظرت أياما شغلتني فيها دنيا الغربان بقضاياها ومشاكلها كان هناك غراب مغتصب هارب نبحث عنه لمحاكمته وجاء يوم تقديم القرابين إلى الله جاء هابيل جاء هابيل يحمل أسمن كباشه ووضعه على الجبل وصلى الله تعالى أن يتقبل جاء قابيل بقمح لم يزل أخضر في سنة جاء بقمح لم ينضج بعد كان قابيل حريصا وبخلا للحد الذي فشلنا فيه نحن الغربان أن نذوق طعامه قدم قابيل قربانه ومضى وقفه الشقيقان بعيدا تمنيت في قلبي بصفي قاضيا غير منحاز أن يتقبل الله من هابيل هبطت من السماء نار أكلت قربان هابيل إشارة إلى القبول وصرخ هابيل صرخة الحمد والفرح وصرخ قابيل بكلمة القتل كان قابيل يقف وقد مد أمامه كفيه وراح يتأمل بنظره نقطة هناك عند الأفق ورغم صنطه المطبق فقد كانت تنبعث منه موجة من العداء تكاد تحس جسديا كان يوما رائعا من أيام الله الشمس تنشر دفعها في الجو وأشجار الصنوبر الممتدة على طول الأفق تستحم في أشعة الشمس وتأخذ جذوعها لون الكهرمان الذي تقضفه البحار ومن الجبال القريبة كانت تهب الرياح وهي تحمل من عماق الوهاد والشعاب المغطى بمخمل الغابة عبير الغابة البكر والزهور الإلهية عاد قابيل يصرخ لأقتلنك لم يدرك هابيل سر غضب قابيل عليه لا يدرك النقاء عادة دوافع الإثم وشروره لقد تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لشقيقه إن الله يتقبل من المتقين عاد قابيل عاد قابيل يتمتم سأقتلك رد هابيل وهو يستدير عائدا لكوخه وأزهاره لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين انصرف هابيل مع زوجته إقليمة تزوجا وعاشا أياما حين ظهرت أعراض الحمل عليها كانت نفسه قابيل قد طوعت له قتل أخيه عثرنا على الغراب المغتصب الفار وبدأت محاكمته استلقى هابيل على الأرض بعد عمل يوم شاق لم يكد يتوسد حقل الزنابق حتى استغرق في النعاس انحدرت الشمس نحو الغرب استمرت محاكمة الغراب الآثم امتلأت السماء بدم الشفق وتسلل قابيل وهو يشد الضغطه على فك حمار عثر عليه في الغابة مات حمار في الغابة القريبة فأكلت السباع لحمه وأكلت النصور ما بقي منه وشربت الأرض نمه وبقي فكه العظمي ملقى على الأرض حمل قابيل أول سلاح في الأرض وراح يمضي باحثا عن شقيقه عن شقيقه وجده نائما فتحرك نحوه أثاره شيء لست أدريه في الوجه النبي للحالم استيقظ هابيل وفتح عينيه ارتفعت يد قابيل بالفك العظمي وهوت بسرعة انبثقت دم من وجه هابيل وملأ صدر قابيل عادت اليد الآثمة تهوي على الوجه الطيب وفي الضربة الخامسة ارتطمت يد قابيل بطين الحقل سكنت حركة هابيل تماما وأدرك قابيل أن أخاه قد مات كفت يده عن ضرباتها السريعة القاسية جلس واجما أمام ضحيته لم ننتهي بعد من محاكمة الغراب الآثم أجلنا المحاكمة للغد قمنا على الغراب حرسا وانصرفنا وقفت على شجرة فوق رأس قابيل ونعقت صارخة قابيل ماذا فعلت بأخيك هابيل رفع قابيل رأسه ونظر إليه كان وجهه يرتعش تغرقت محاكمة الغراب المتهم ساعات كان يكذب وينكر التهم المنسوب إليه ويجادل غير أن تقدم المحكمة كان يضيق الخناقة حول عمقه وطوال الوقت الذي استغرقته المحاكمة كان قابيل يحمل أخاه على ظهره ويسير به لا يعرف ماذا يفعل بجثته إن النسور تحوم حولهما والوحوش تقبل على الرائحة وقابيل يخشى أن يترك أخاه فتلتهمه الوحوش ولذلك يحمله على ظهره ويسير لا يعرف ماذا يفعل به ولا يعرف كيف يتصرف فيه انتهت محاكمة الغراب وثبتت كل التهم المنسوب إليه وأصدر القضاة حكمهم عليه بالموت تم تنفيذ الحكم في الغراب الآثم حملت الغراب الميت لدفنه في مكان بعيد كنت أطير وانا أحمله في منقاري حين أحسست بأن قدرة خفية توجه من أجنحتي نحو قابيل لم أكن أنوي أن أمر على قابيل لا أحب قابيل لكن أجنحتي تتجه رغم إرادتي إليه ثم تأمر جليل يعلو على إدراكي ويوجه أجنحتي أمرني أحد الملائكة الكرام أيها الغراب إن الله تبارك وتعالى يبعثك لتريبني آدم كيف يواري سوءة أخيه هبطت على الفور بحملي أمام قابيل وضعت الغراب الميت أمامي ورحت أحفر الأرض حفرت الأرض بمخالبي ومنقاري سويت أجنحة الغراب الميت إلى جواره رفعته بمنقاري ووضعته في لحده صرخت صرختين قصيرتين ثم أهلت فوقه التراب بعدها نظرت لابن آدم قالت نظرتي قتلناه بالعدل ورغمها نعرف لجثته حق الاحترام أما أنت رحت أنعق وأنعب في وجهه بعدها طرت في الهواء متجها نحو الغراب سمعت وأنا أطير مبتعدا صرخة قابيل يا ويلة أعاجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي خيل إلي أن الصرخة تحترق بالندم لم أعرف من أي نبع كان ندمه يصدر أكان نادما لأنه حمله كل هذه الساعات وهو يجهل دفنه أكان نادما لأنه قتله بغير الحق لا أعرف كل ما أردت معرفته حال زوجة هابيل ملأني السلام حين عرفت أنها تنتظر الوضع أردت أن أطمئن على الجنس البشري وأتأكد أنه ينحدر من صلب رجل كريم يخاف الله أعرف أن أبناء قابيل القاتل سيملؤون الأرض أعرف أن الصراع لن يدوقف بينهم وبين أبناء الشهيد الطيب وربما تكررت مأساة الأب مع الأبناء أعرف هذا كله وأجهل الحكمة من وراء هذا كله ليست وظيفتي هي المعرفة شاهدا كنت على ابن آدم وأستاذا له لحظة من الزمن لكن مهمتي ليست هي المعرفة ربما كان الإنسان يعرف وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وإنشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا